اشتركوا في القناة 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 تلعفر والحاليا نعاكفين على سرعة التواصل مع شركات اللي كانت مكلفة سابقا بتنفيذ هذا المشروع لمعاجهة الاشكالات اللي تمنع مباشرتهم بالعمل لتأمين الخط الناقل من منطقة ابو ماريا باتجاه تلعفر لزيادة الطاقة سعة المياه اللي يتم ضخها الى تلعفر لمعالجة الخلل بالاضافة الى موضوع جامعة تلعفر والشروع بالمباشرة بانشاء البناية بالاضافة الى المراكز الصحية وهناك كان عندهم مشاكل في قطاع التوزيع في الكهرباء تم الاتصال بالجهات المعنية واخذنا خطوات لغرض معالجة الخلل في هذه المنطقة عاكفين على انه من هذا الاسبوع بالمباشرة باجراء زيارات ميدانية الى كافة الوحدات الادارية في المحافظة لغرض استماع بشكل مباشر الى مشاكل تلك الوحدات ومع اتخاذ القرارات الانية الفورية لغرض تخفيف العبئ واختزال الوقت من المخاطبات والمراجعات الحقيقة هو حال حال اي منطقة في نينوى منطقة نينوى مرت بظروف قاسية جدا مأثر على الوضع الخدمي في كل القطاعات فشأنها شأن باقي القطاعات الا انه احنا ماضين بالتنسيق ووزارة الصحة على توفير البنى التحتية لمعالجة الوضع الصحي باقرب بقت الا انه حاليا نركز على ضرورة تأمين الخدمة الفورية للمواطن حسب ما متوفر وبالاستعانة بالجهات الدولية ووزارة التخطيط والجهات الممولة الاخرى على المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر